وزي ما اتكلمنا قبل كده عن قرار السيد النائب العام بمتابعة وسائل التواصل بشأن المرحومة نيرة فتاة جامعة العريش بنت المنصورة واللي كان فيه ناس بتطلع شائعات عليها فضلوا يا تتبعوا اكتشفوا ان فيه حسابات بتزيع كلام كله كده الكلام بيقول ايه خلينا نقوله ان هذه الفتاة البريئة الشيخة اللي كانوا بتصلي بالناس كان لها مشاهد مخلة وانه تم استخدام هذه المشاهد المخلة لتهددها ولما استغسط بالجامعة ومحدش اعانى علشان دول مسنودين فقتلوها بالسم كلام يودف دهية كلام يثير الفتن كلام يشكك في كل المؤسسات معقولة طب مين اللي بيقول الكلام ده بقى لما تتبعوا الحدوتة كلها لقوا انه شاب حاصل على دبلوم متوسط يعني تعليمه متوسط وتاجر ملابس ويعمل يوتيوبر بقت شغلانة اليوتيوبر وقال انا عملت المقطع ده من غير مصاد معرفش منين انا عملته من دماغي ولما قعد تقرأ علشان اجيب مشاهدات تخيلوا سمعة بنت وسمعة عيلة وسمعة قانون وسمعة بلد علشان عيل متوسط التعليم وجاهل ومغرد علشان يكسب قرشين ولا يجيله متين جنيه ولا خمسمائة جنيه من المشاهدات يقوم يجدمر عيلة ويشوه عيلة ويشوه بلد بمنتهى السهولة وبلا تعب وهو قاعد في بيتهم شيء لا يصدق لا يصدق ان يبعى حبسيته اربعة ايام على دمة التحقيق وهياخد حكم راضع